تحت أي بند أو في أي إطار يأتي سحب اللواء الخامس الأحتياطي ويأتي في إطار تقليص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة على خلفية طول هذه الحرب في القطاع نتحدث عن أربعة شهور تقريبا منذ بداية الحرب على قطاع غزة قوات الاحتياط الإسرائيلي بالطبع نتحدث عن بين هلالين يعني مواطنين هم لا يخدمون في الجيش النظامي وإنما هم مواطنون يبقون حتى جيل معين يخدمون في جيش الاحتياط وهذه المرة خدموا منذ السابع من أكتوبر وهذه فترة طويلة جدا وهذا يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي يؤثر على العائلات يؤثر على الكثير من جوانب الحياة المدنية داخل إسرائيل وبالتالي كنا قد سمعنا الناطق أو المتحدث العسكري الإسرائيلي كان قد تحدث أكثر من مرة عن خطة من أجل ما يسميه انتعاش جيش الاحتياط أو جنود الاحتياط عبر إخراجهم من داخل قطاع غزة وعودتهم إلى عائلاتهم إلى أعمالهم ومن ثم إذا كان هناك حاجة لاستدعائهم مرة أخرى يمكن استدعائهم إلى قطاع غزة ولكن أيضا يجب أن ننتبه إلى أمر آخر بأن عمليا إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تنفي بأن تكون هناك حرب شاملة على الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع لبنان مع حزب الله وبالتالي بعض من هذه القوات بعد خروجها من قطاع غزة قد يتم استدعائها أيضا إلى منطقة الشمال تحسبا من أي تطور على هذه الجبهة ولكن إجمالا يعني ما نفهمه من هذه الخطة التي تهدف إلى تقليص القوات قوات الاحتلال من داخل قطاع غزة هي إعطاء فرصة لجنود الاحتياط إلى العودة إلى حياتهم كما أن بعض المصادر تقول بأنه لا حاجة الآن لكل هذه القوات داخل قطاع غزة هناك جيش نظامي قوات الاحتياط بدأت إسرائيل بسحبها منذ أكثر من شهر يعني من قطاع غزة بشكل تدريجي حاليا يوجد فقط لواء احتياط واحد داخل قطاع غزة أما باقي من يتواجد داخل القطاع فهم من القوات النظامية في خانيونس هناك خمسة ألوية وهذا اللواء الخامس الذي تم سحبه من قطاع غزة كان يعمل في شمال القطاع وتحديدا في غرب مدينة غزة في مخيم الشاطئ والمناطق الغربية من الشمال أيضا يفهم من تسريحات هاليفي إيمان بأنه اليوم التركيز بات أكثر وأكثر على المستشفيات حتى مستشفيات الضفة قال بأنه لن نسمح أن تتحول إلى بؤر لحماس كل الدعاية الإسرائيلية على مدار هذه الحرب على قطاع غزة كانت تهدف لتحضير الرأي العام الدولي بأن إسرائيل لن تسكت عن هذه المستشفيات هي بالطبع بنت هذه الدعاية على أساس أن قيادة حماس وأن حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة والمقاومة تستخدم على حد قوله المدنيين دروعا بشرية وتستخدم المستشفيات كمناطق لقيادة حماس أنفاق تحت هذه المستشفيات ولكن بالطبع رأينا بأن كل هذه الدعاية بالنسبة لمستشفى الشفاء وهو الأكبر والأشهر ربما في قطاع غزة لم يكن من خلفها أي رصيد في النهاية لم نرى كما دعت إسرائيل بأن هناك تحت المستشفى أنفاق تجلس فيها قيادة حماس وهي المراكز القيادية وما إلى ذلك كان هناك أنفاق بعد ذلك فهمنا بأن هذه الأنفاق أصلا مبنية منذ فترة الحكم العسكري والاحتلال في قطاع غزة إسرائيل بصفتها قوة محتلة هي كانت قد ساهمت حين كانت تحت القطاع غزة ساهمت في إقامة مستشفى الشفاء ولديها كل التخطيطات الهندسية وهي كانت تعلم بوجود هذه الأنفاق لأنها بنيت أصلا منذ بناء مستشفى الشفاء على الأقل هذا ما قاله إيهود براك سابقا ولكن الآن بعد دخول إلى كل هذه المستشفيات في قطاع غزة وصمت العالم أمام هذا الأمر إسرائيل عمليا تشعر بأن لديها الشرعية بالقيام بهذا الأمر وفي الحقيقة حتى في الداخل الإسرائيلي لا نسمع حتى من اليسار الإسرائيلي أي استنكار لهذه العمليات خاصة ما حدث في جنين دخول مستعربين متخفيين وتنفيذ عمليات اغتيال داخل مستشفى داخل منشأة مدنية هامة للسكان طبية هذا أمر يجدر به أن يتم استنكاره من كل العالم ولكن بعد أن بنت إسرائيل دعايتها في قطاع غزة أمام صمت العالم هي تشعر بأن لديها شرعية بالقيام بكل شيء حتى عمليات اغتيال داخل المستشفيات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة الضفة الزرير فإمدناpy قطاع wonder ترجمة نانسي قنقر